تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بالأسعار الثابتة 2% تقريبا في العام 2020 الذي واجه فيه جائحة كورونا مقارنة بالعام الذي سبقه وفي التفاصيل أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة أن نمو الاقتصادي سجل في الربع الأول من العام 2020 أي قبل بدء تداعيات الجائحة نموا بنسبة 1.3% في حين سجل أولا كماش منذ عقود في الربع الثاني الذي شهد إغلاقات وحضر شامل لمواجهة الجائحة وبلغ سالب 3.6% وما فتح القطاعات تدريجيا تراجعت حدة الانكماش الاقتصادي في الربع الثالث وبلغ سالب 2.1% أما في الربع الأخير من العام تراجع إلى مستوى جديد وبلغ 1.6% وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 بلغ 29 مليارا ونصف المليار دينار بتراجع 1.6% عن ما تحقق في العام الذي سبقه وبلغ 30 مليار دينار وسجلت غالبية القطاعات الاقتصادية تراجعا ملموسا في الناتج المحلي الإجمالي وأعلى تراجع سجل في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 8.3% تلاها قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.2% وقطاع البناء بنسبة 3.8% إضافة إلى قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 3.3% والتصنيع بنسبة 2.7% أما القطاعات التي سجلت نموا خلال العام 2020 فجاءت في المرتبة الأولى خدمة التمويل والتأمين بنسبة 3% ثم قطاع الزراعة والصيد بنسبة 1.6% إضافة إلى قطاع الخدمات الحكومية 1% وقطاعي التعدين والعقار بنسبة طفيفة